المكان المنامة الزمان السابع من نوفمبر عام 2001 الحدث تأسيس جمعية الوفاق فبعد أن أصدر ملك البحرين عفوا عاما تبعته عودة قيادي الجمعية من المنفى بلندن أسس رجل الدين الشيعي عيسى قاسم الوفاق التي تتبنى المذهبية ولها ارتباطات قوية بإيران النخب الحاكمة في البحرين لا تعتبر عيسى قاسم إصلاحيا رغم الدعاء جمعية الوفاق في رؤيتها ترسيخ العدالة والمساواة ونبذ التمييز والعنف في المجتمع البحريني بل تصنفه ثوريا متحمسا يخدم إيران ويحاول إسقاط النظام السياسي في البحرين ويسعى لتوسيع الانقسام الطائفي في المجتمع في 2011 دعت الوفاق الشعب البحريني إلى مواجهة الحكومة بدعم وتسليح مباشر من إيران ومع استمرار الجمعية في نهجها أصدرت المحكمة الإدارية الأولى عام 2014 حكما بوقف نشاط الجمعية حتى تعدل أوضاعها وتزيل مخالفاتها كما تم إيقاف علي سلمان أمين عام الجمعية ويقضي الآن عقوبة بالسجن لتسع سنوات لإدانته بعدة تهم منها التحريض والترويج لتغيير نظام الحكم وأوقفت عددا من أعضاء الجمعية عبر أحكام قضائية بالسجن حتى أصدرت المحكمة الكبرى مؤخرا قرارا بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها بعد أن كانت من خلال تاريخها بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف محمد جمال العربية ترجمة نانسي قنقر